بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بطلابي وطلباتي الأعزاء طلاب الفرقة الرابعة تخصص اقتصاد في المعهد العالي للهندسة القاهرة معهد القاهرة هلتقي بيكم في شرح محاضرات مادة إدارة التفاوض وهي مادة مهمة وحنبدأ بالمحاضرة الأولى وعنوانها مفهوم المفاوضة الجماعية مفهوم المفاوضة الجماعية يمكن تعريفها بأنها هي المناقشات بين أفراد من أجل التوصل إلى اتفاقيات مرضية بين الأطراف بمعنى ديلوجيشن حوار بين أطراف الهدف منه التوصل إلى اتفاقيات ترضي الجميع ويمكن عرض النقاط الآتية عشان نقدر نوضح هذا المفهوم الخاص بالمفاوضة الجماعية في أربع نقاط أساسية أول شيء عشان يتحقق التفاوض لابد أن يكون هناك خلاف أو نزاع بين أطراف لو ما فيش خلاف والدريا زي الفول ما فيش داع للتفاوض النقطة التانية لازم يحصل تقديم تنازلات من الأطراف من طرف لآخر يعني الفكرة من التفاوض أن في طرف يتنازل عن شيء لطرف آخر وأيضا الطرف الثاني يفعل نفس المفهوم أيضا بالنسبة للنقطة الثالثة وهي وجود تكافؤ بين القوى المتفاوضة بمعنى ما ينفعش يبقى فيه تفاوض بين ضعيف وقوي وإنما لأن الضعيف حيموت والقوي حيكله الضعيف زي ما بنقول بالعامية إذن نجاح عملية التفاوض تتظلب تكافؤ نسبي مش بالضرورة يكون مطلق بين الأطراف عشان يستشعر كل واحد أنه يقدر ياخد جزء من الطرف الآخر الجزئية الرابعة وهي مهمة جدا لنفهوم ده وجود علاقة تبادلية بين الأطراف يعني ما يبعوش اتنين ماشيين في الشارع واحد ماشي مين واحد شماش مال يقفوا ما بعض يتفوضوا واحد من بلد والتاني من بلد ما عرفوش بعض يتفوضوا لازم فيه علاقة تاريخية تبادلية خاصة بمصلحة معينة خاصة بقاسم مشترك بينهم تجارة بينهم علاقة نسب بينهم أيا كانت العلاقات هي لابد أن تكون أساسية لإتمام عملية المفاوضة الجماعية وقد حدد قانون العمل الدولي وقانون العمل المصري يعني العديد من المفاهيم التي تحاول وضع إطار محدد لمفهوم المفاوضة الجماعية ويمكن الرجوع إلى هذه المفاهيم بشكل أو بآخر بالتفصيل أكثر طبعا وتوضيح أكثر وأمثلة كثيرة على المفاوضة الجماعية في الشركات والمنشآت والنوادي والمنظمات بشكل عام لأن دائما المفاوضة الجماعية صحيح بين أطراف متعددة لكن في الغالب بين الإدارة وبين يعني أجمل صورها بين إدارة المنظمة وبين العاملين بيها من أجل الوصول إلى اتفاقيات خاصة بالأعمال بالأجور بالحوافز بالأجازات بالنظام التأمين بالنظام الصحي إلى غير ذلك أرجو من أبنائي الوبنات الأعزاء طلاب الفرقة الرابعة تخصص الاقتصاد يعني الرجوع مرة أخرى إلى الكتاب المقرر للتوضيح الخاص بمفهوم الفوضة الجماعية من صفحة 7 إلى 9 وبشكركم جدا وننتقل إلى المحاضرة الثانية إن شاء الله وأشكركم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر